اشتركوا في القناة في علمه الجاهل ما ينفعك سامحني الغبي ما ينفعك بروحك الأحماق يقول لك بيع بيتك ونزل معي بتجرة والخمسين من اليوم ساوي لك ياهم مية خلال شهر بروح لك المصاري ويروح لك بيتك تصفى بالشارع أنت ومرتك أولادك أحماق يستشر من تثق بعلمه وتقواه الفاجر يضع الله السوء في منطقه إذا نصحك شيء صعب الفاجر لعله يؤذيك أذية ما تستطيع أن تخرج منه استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته إذا مسألة طبية اسأل من تثق بعلمه وتقواه وخبرته في الطب وإذا مسألة حياتية استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته وخبرته الحياتية واسعة استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء فإن الله يجري الحكمة على أرسنتهم قال الله تعالى في سورة الشورى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار بس يلي ما بيستشير بيندم عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدو لأفضل ما يحبرهم ثم تلاو أمرهم شورى بينهم وقال الحسن ما تشاور قوم قط بينهم إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع أخرج البيهقي بسلد صحيح عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينه وإن علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فإن أعياه ذلك دعا رؤساء المسلمين وعلماءهم واستشارهم شايف استشار رؤساء علماء المسلمين كبار القوم فضلاء القوم أهل العقل أهل التقوى أهل الخبرة أهل المرؤة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشورة هي استخراج الرأي بمراجعة البعض للبعض استخراج الرأي سافر لما ما سافر ما بعرف أحب استشير بعد أن أضرع إلى الله سأستشير العقلاء الخبراء في السفر الأثقياء الصالحين العلماء بيطلع معي الرأي نعم أو لا وهي أن تضيف عقلا إلى عقلك ولا ريب أن الشورى بركة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب فأنت أيها الأخ وأيتها الأخت إذا عرضت لك معضلة أو أغلقت دونك مشكلة وأردت الرشد فيها فالجأ إلى الله تعالى أولا ثم استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء فإن الله يجري الحكمة على لسانه قال الحسن الناس ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل ولا رجل أما الرجل الرجل فذل رأي والمشورى هو صاحب عقل كبير وفهم كبير وبيستشير الآخرية وأما الرجل الذي هو نصف رجل فذل رأي الذي لا يشاور عقله كبير ولكن لا يشاور حدا نصف رجال والرجل الذي لا رجل يعني منظر رجل بس هو ما في مخب نوب فالذي لا رأي له ولا مشورة له أحمق وما بيشاور حدا كمان منظرهم منظر رجل لكن هو في الحقيقة خواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر